إحنا حكينا عن دور الأم أنت قلت بتربي لكن يعني لحظت من كلامك بتربي التربية البدنية والاجتماعية والأخلاقية والكتاب بعلم لا ترفض شريعة أمك يعني في حتى الأم عندها الشريعة وبعدين بيعطي النتيجة بقول لأنهما أكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك مأخوذة من سفر الأمثال إيش المقصود من هاي الكلمات؟ حقيقة أنه دور الأم دور كتير كبير وشامل يعني ما بيتعدى مطرح واحد والأم يلي بتربيه خلال السنوات الأولى للطفل هيدا اللي بيكون عليه بس يكبر يعني خلال ست سنين هون التربية وبعدها بصفي مشكل شخصية الطفل إن كان بنت أو صبي فعمل الأم عمل أساسي وجبار هي عليها أنه تربي أكيد أول شيء المأكل والمشرب والنوم وتعمله يكون عنده بيئة كويسة لكن في الأشياء الثانية يلي هي الأشياء الأخلاقية تعلموا الصح من الغلط الفاليوز شو القيم شو الأشياء اللي المسيح بعلمنا إياها الأشياء الروحية المسيح كيف علمنا قديش قديش عليها مسئولية مش بس تعلم لكن تعيش قدام أولادها لأنه بالحقيقة إذا الأم بس بتعلم وتقول له عمول ومتعمل وهيك صار وهيك المسيح بقول وهي عيشة حياة مختلفة قدي رح يكون إليها تأثير سلبي والولد ما رح يتعلب شيء فالأم بدها تكون شخص أول شيء هي متربيه بدها تكون هي متربيه وعندها تربية كاملة لأنه منشوف أولاد مش متربيين ما عندهم تربية كويسة منتطلع منقول مين أمهم منتطلع دايما على الأهل بس نشوف أي شخص في عنده عدم استقامة بحياته أو في عنده إشياء مش حلوة بشخصيته منقول مين أمه منين جاي والمسيح علمنا من ثمارهم تعرفونهم صحيح وهو مثل ما عم بقول بلطرفت شريعة أمك يعني في شريعة حطتها الأم يعني في رولز حطتهم الأم يعني في مبادئ حطتهم الأم هذا شيء كتير مهم لازم كل أم تعمله الوصية طبعا أكرم أباك وأمك لكي يكون لك خير لتطول أيامك على الأرض لأنه مرضي أمام الرب يعني كل هاي الامتيازات اللي الأولاد يمكن ما بيدركوها أهمية الإكرام إكرام الأب وإكرام الأم فإذا الشريعة هون بيتكلم عن شيء مهم جدا بتعلموا من كلامنا وبتعلموا من حياتنا حقيقة حقيقة صحيح الشريعة كتير مهمة يعني لازم لازم الأم تكون كلمة الرب هي تكون دستور طبع حياتها وبناء على يتعلم أولادها وتربيهم بهذه التربية الصالحة يلي هي بتحتاج أنه مش بس تكون عم تحكي لكن عم تكون مثال قدامه هذا أمر كتير مهم اشتركوا في القناة